كل انفجار الضخم الذي وقع في الخط المستخدم لنقل الغاز الطبيعي المصري الى اسرائيل والذي قامت على اثر السلطات المصرية باغلاقه ووقف ضخ الغاز فيه لم يكن مجرد حدث عابر وانما جاء ليفتح من جديد ملف تصدير الغاز المصري الاسرائيل الذي يشهد اعتراضات شديدة في الشارع المصري كان توقيع اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي من مصر الى اسرائيل قد جرى في يونيو من عام 2005 وتقضي بالتزام القاهرة بتزويد تل ابيب ما تحتاجه من الغاز الطبيعي على مدار 20 عاما وفق اسعار تفضيلية ثابتة لا تقضع لاليات السوق وتحركات الاسعار بقيمة 5.2 مليار دولار ونصت الاتفاقية على ان تبيع مصر الى اسرائيل 7.1 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لمدة 15 عاما باجمالية حوالي 25 مليار متر مكعب ولا يقف تصدير مصر للغاز على اسرائيل حيث يتم تزويد الاردن بنحو 2.4 مليار متر مكعب من الغاز سنويا اضافة لخط الغاز العربي والمصمم لكي يتم تصدير الغاز واستيراده من خلاله والذي كانت مصر تسعى لزيادة صدراتها للغاز عن طريقه الى عدد من الدول ومنها سوريا واستغلال البنية الاساسية في مصر لتحويل البلاد الى مركز اقليمي لتجارة الغاز فحتى لو اكتفت مصر بانها بلد عبور للغاز فسوف تتقاضى فئة العبور والواقع ان تصدير الغاز المصري يلقى اعتراضات من الكثيرين بشكل عام مؤكدين على حاجة مصر للطاقة بدلا من تصديرها للخارج حيث تشير التقديرات الى تراجع توفير الغاز لمحطات الكهرباء المصرية اضافة لنمو الصناعي الذي شهدته مصر خلال الاعوام الماضية واتجاه العديد من المستثمرين لصيراد الطاقة من الخارج للتوسع في عدد من القطاعات ومنها الاسمنت وخطة الحكومة لرفع معدلات توصيل الغاز للمنازل وهو ما خلق طلبا محليا متزايدا دفع الحكومة المصرية في عام 2008 الى وقف اي عقود جديدة لتصدير الغاز حتى نهاية عام 2010 المنقضي وتشير الارقام الرسمية الارتفاع معدل احتياطي مصر من الغاز الطبيعي حيث بلغ 78 تريليون متر مكعب كما ترفع بعض التقديرات احتياطيات مصر الى 300 تريليون قدم مكعب وفق لتقديرات معهد المساحة الامريكية عبد الرحمن البسوني سين بيسي عربية القاهرة